بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا طلبات وطالبات الصف السالي الصناعي الأقسام ميكينيكية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة ورجعت لكم تاني النهاردة بأهم حلقة موجودة في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج النهاردة بإذن الله حنراجع مع بعض مراجعة ليلة الامتحان إن شاء الله بإذن الله النهاردة حناخد كل الجزئيات النظرية وإزاي حنحسب التكاليف في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج طبعا طلبة التشغيل واللحام وطلبة القوالب والسباكة والنماذج كلهم عارفين إن مادة التخطيط وإدارة الإنتاج بتنقسم إلى جزئين الجزء النظري اللي إحنا حنحل عليه مسائل وأهم مسائل النهاردة الجزء النظري ده بينقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأولاني اللي بيتكلم عن الشركات والمشروعات والجزء الثاني اللي بيتكلم عن مقاومات المشروع الصناعي والجزء الثالث اللي بيتكلم عن الأقسام الإدارية لازم تخلي بالك لازم تاخد بنصحتي النصيحة الأولى وأهم نصيحة فيهم إن أنت تقرأ ورقة الأسئلة بتاعتك كويس تقرأ السؤال كويس تعرف السؤال موجه إلى إيه؟ دي نمرة واحد نمرة اتنين إجاباتك دايما لازم تكون شاملة شرح يعني لما أقول لك مثلا إيه هي أنواع العمالة؟ أنت عارف أنواع العمالة العمالي العاديين والعمال الفنيين العاديين والعمال الفنيين المهرة وزو المهارات الخاصة يريد بعدما كل ما تكتب عنوان من دول تحت كل عنوان تحط لي سطر أو سطرين تعرف يعني إيه عمالة تعرف يعني إيه عامل ماهر تعرف يعني إيه عامل فني زو مهارات خاصة وتبين كل إجابة من إجاباتك بما إنها عنوان تعرف العنوان ده أو تحط توضيح للعنوان ده عشان تبقى الإجابة بتاعتك إجابة جاملة طيب إحنا قلنا دلوقت إن أنا عندي في الجزئية النظرية في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج إنه هم ثلاث أجزاء الجزء الأولاني عبارة عن الشركات والمشروعات تخلي بالك كويس جدا الفرق ما بين اللي اتنين إيه الفرق ما بين كلمة مشروع وفرق ما بينها وما بين كلمة شركة كلمة شركة الشركة ديت يعني أنت بتتكلم عن شكل الشراكة ما بين الناس اللي عملت المشروع يعني ممكن يكون مشروع خاص يبقى صاحبه بس هو اللي إيه هو اللي شغال فيه نمرة اتنين إنه لو كان ارجعوا لي لو سمحتوا نمرة اتنين إنه لو المشروع ده مشروع تضامن مشروع خاص مشروع توصية بسيطة يبقى ده بيبين شكل الشراكة اللي موجودة عندنا إنما لما يكون بقول مشروع المشروعات عندنا مشروعات خدمية مشروعات انتاجية مشروعات مغزية يبقى أنت لازم تفرق ما بين الحاجتين الحاجة الأولى اللي هي كشركات ومشروعات عشان ما تحطش تعريف ده مكان ده نمر اتنين الجزئية التانية وهي مقاومات المشروع الصناعي مقاومات المشروع الصناعي الجزئية الخاصة بالمشروع الصناعي إيه اللي حيتبنى عليه المشروع ده حيتبنى على إيه أنا محتاج إيه علشان أعمل مشروع أكيد محتاج أرض محتاج رأس مال محتاج عمالة محتاج بنية تحتية تمام محتاج خمات محتاج آلات يبقى أنا لما بتترق لمقاومات المشروع أو عناصر المشروع أنا برجع للعوامل دي العوامل دي اللي بقدر من خلالها أعمل مشروع يبقى هي مقاومات المشروع أو عناصر المشروع الأرض رأس المال العمالة الألات والخمات والبنية التحتية يبقى أنا عندي جزئية الأولانية اللي هي شركات ومشروعات الجزئية التانية مقاومات المشروع الجزئية التالتة وهي الأقسام الإدارية الأقسام الإدارية كلها عبارة عن الأقسام اللي خاصة بالعقود الأقسام اللي خاصة بالمشتريات اللي بتعمل عندي الممارسة والمناصة والأمر المباشر في الشراء والبيع الناس اللي بتبرم العقود وإمتى تتفسخ العقود دي أنت أعمل شرط جزائي ووقع عقوبات على الممول بتاعي زائد إن من الأقسام الإدارية كمان إحنا قلنا المشتريات عندي المبيعات حنيجي بقى دلوقت ونشوف إيه المبيعات؟ طب أنا عندي حاجة اسمها التسويق التسويق ده اللي بيسبب لي البيع التسويق ده يعني إيه؟ كلمة تسويق عندي يعني مجموعة من الأنشطة اللي أنا بعملها علشان أبيع المنتج طب أنا علشان أعمل التسويق ده لازم أعمل إيه؟ لازم أعمل بحوث تسويق أعمل بحث أشوف المنتج بتاعي ده حيتبع فين وإزاي بعد ما أعمل بحث التسويق أشوف تصميم المنتج أعمل عملية التسعير أعمل خدمة رجال البيع أعمل الترويج اللي هي جزئية اللي خاصة بالإعلانات طب تعالوا مع بعض كده نبدأ نحل مع بعض مجموعة أسئلة وإن شاء الله بإذن الله تكون الأسئلة دي أكبر دعم ليك وإنت داخل امتحانك نشوف كده أول سؤال معنا النهاردة بيقول لي التسويق هو مجموعة من الأنشطة المتنوعة والتي تتسم بالتكامل من خلال فهمك للعبارة اذكر وظائف التسويق طب تعالوا كده هو إيه التسويق ده؟ التسويق هو مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تتسم بالتكامل والتي تؤدي في النهاية إلى تحقيق التبادل الفعال للمنتجات في ظل معطيات البيئة يبقى أنا كلمة التسويق معناها مجموعة من الأنشطة علشان أعمل عملية البيع طيب إيه هي مراحل التسويق؟ مراحل التسويق نمرة واحد بحوث التسويق إن أنا أعمل بحث علشان أشوف هو المنتج اللي أنا هعمله ده مين اللي محتاجه؟ أقدر أبيعه فين؟ أقدر أسبب عن طريقه خدمة للناس وفي نفس الوقت تعمل لي أرباح يبقى نمرة واحد بحوث التسويق نمرة اتنين تصميم المنتجات أصمم المنتج عشان يكون شكله جذاب ويشوكون كمان بيؤدي إلى المعطيات اللي بتطلبها المستهلكين نمرة تلاتة التوزيع بشوفه وأنا ممكن أقدر أعمل عملية توزيع فين؟ كتير من المنتجات بنلاقيها بطريقة التوزيع بتاعها لو هي منتجات صناعية يبقى هي حتتوزع في المناطق الصناعية لو هي منتجات استهلكية يبقى حتتوزع في المناطق عامة اللي الناس متواجدة فيها طيب نمرة اربعة الترويج كلمة الترويج معنى الترويج يعني أنا نعمل إعلانات يعني أروج للمنتج الناس تشوفه وتعرف المنتج وتعرف إيه خصاصه وإيه مميزاته علشان تشتريه نمرة خمسة التسعير وطبعا كلمة التسعير دي معناها أن أنا حط السعر المناسب للمنتج اللي أنا صممته وبعمله عملية التوزيع والترويج علشان السعر دي يكون مناسب من ناحية إيه؟ يكون مناسب من ناحية أن المستهلك يشتريه بسعره وشايفه أنه رخيص وفي نفس الوقت يؤدي إلى صاحب المصنع أو صاحب الشركة أنه إيه؟ أنه ياخد من وراء أرباح آخر حاجة عندي وهي إدارة رجال البيع اللي هم الناس بتوع المبيعات اللي بينزلوا يبيعوا للناس في الأسواق وغيره طب تعالى نشوف مع بعض كده سؤال تاني بيقول لي قارن بين سوق النقد وسوق المال طبعا كلمة سوق النقد وسوق المال سوق النقد وسوق المال هي منشآت بتديني قروض إحنا عارفين أن من عناصر التمويل اللي بتمول المشروع الصناعي بقدر أمولها عن طريق القروض أو الاقتمان طب سوق النقد وسوق المال دول عبارة عن إيه؟ بص كده لكلمة النقد دي وبص لكلمة المال حتلاقي أن كلمة نقد دي مثلا علشان أحفظها لك وما تنسهاش كلمة نقد معناها الفلوس القليلة زي أنت كده ما بتقول نقود تبع حاجة قليلة إنما المال بتتكلم عن أموال أنا مش بديك تعريف أنا بقولك طريقة تحفظها بيها عشان يبقى بنتكلم في النقد دي عن كميات قليلة إنما في المال بنتكلم عن كميات كبيرة يبقى أنا دلوقتي لو جيت أعمل مقارنة ما بين سوق النقد وسوق المال فأنا حقول إننا سوق النقد بيدم هذا السوق مجموعة المنشآت التي تتعامل في القروض القصيرة الأجل قصيرة الأجل بص أنا قلت لك النقد يعني قليل زي النقود كده يبقى دي بتتعامل مع المنشآت اللي بتتعامل مع القروض قصيرة الأجل إحنا عارفين إن القروض في منها قروض قصيرة الأجل قروض متوسطة الأجل وقروض طويلة الأجل يبقى أنا عندي القروض قروض قصيرة الأجل زي بنوك الادخار وبنوك الخصم وبنوك القبول وبنوك التجارة الخارجية والبنوك التجارية بواجه عام طب تعال نشوف كده سوق المال اللي احنا قلنا عليها حاجات كبيرة تبقى إيه؟ ويتكون هذا السوق من مجموعة المنشآت التي تتعامل مع القروض والاستثمارات إيه؟ طويلة الأجل أكيد هنا القصيرة الأجل يعني اللي حتكون كمية الفلوس أو الأموال اللي انت حتقترضها حتكون صغيرة وبالتالي حتسددها على فترة قصيرة اللي هي خلال سنة إنما طويلة الأجل يبقى أنت عايز أموال كتير تمام وبالتالي يبقى حنسميها سوق إيه؟ المال يبقى هي مجموعة المنشآت اللي بتتعامل مع القروض والاستثمارات طويلة الأجل كما قد تقدم القروض بضمان العقارات لآجل متوسط أو ايه طويل يعني سوق المال بتتعامل مع القروض طويلة والمتوسطة الايه؟ ايه الأجل؟ طب تعال نشوف حاجة كمان سؤال كمان من الأسئلة المهم هنا بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ أول حاجة بيقول لي يضمن المقاول الأعمال لو في عندي مقاول بيورد لأعمال العقد موضوع العقد لمدة سنة من تاريخ العقد اللي ابتدائي أي مقاول أي مقاول حيورد أعمال أو حيورد شغل أو حيامل أعمال زي أعمال البناء والصيانة أو حيورد لخمات أو معدات وهو بيورد الحاجة دي بيضمنها لمدة سنة من تاريخ العقد اللي ابتدائي طبعا الإجابة هنا إجابة صحيحة لازم يبقى فيه في العقد اللي ابتدائي سنة أقل حاجة طيب تعال نشوف تاني حاجة بيقول إذا توفى المورد أو المقاول جازة للشركة فسخ العقد دون السماح للورصة باستكمالها كنا في حلقاتنا قلنا خلي بالك أن من ضمن العوامل اللي بسببها يتم فسخ العقد إذا تلاعب إذا عمل غش وتلاعب إذا إدى رشوة لأحد العاملين في الشركة نمر ثلاثة إنه يكون الراجل ده أفلس أو أعصر نمر أربعة إنه يكون توفى بس استنى هو لو توفى أفسخ العقد وما ينفعش إن أنا استكمله لا أنا ينفع استكمله لو الورصة قدموا لي أوراق وعملوا توكيل لواحد منهم باستكمال العقد طب تعالى نقرأ السؤال إذا توفى المورد أو المقاول جازة للشركة فسخ العقد دون شفت الكلمة دي فأول حلقة قلت لك اقرأ الأسئلة كويس دون السماح للورصة باستكماله ده طبعا تبقى أجيب خطأ لأننا ممكن أسمح للورصة بالاستكمال لما يعملوا توكيل لواحد منهم ويكملوا العقد برغبتهم نمرة ثلاثة لا يجوز للجنة البت إعفاء المتعاقد مع الشركة من غرامة التأخير بناء على طلبه بص حضراتكم أنا دلوقتي لو هو اتأخر في توريد الحاجات اللي أنا متعاقد معاه عليها ده معناه إن هو اتسبب لي في أزة وفي نفس الوقت ممكن الأزة ده يوقع علينا كأنا اللي حتفعله الفلوس يوقع علينا غرامة التأخير يبقى في الحالة دي أولاد ألازم أوقع عليه غرامة التأخير طب يفرض هو ما تسبب ليش في أزة يعني هو أنا لما هو اتأخر عليها في توريد الحاجة أنا ما توقعش عليها غرامة التأخير أو إذا كان هو أساسا مش هو السبب في التأخير السبب في التأخير الناس اللي كانت جايب له حاجة أو يبقى إذا كان هو مش السبب أو أنا ما تسبب ليش في أزا أو تأخير أو غرامات يبقى ممكن أشيله أوعفيه من غرامة التأخير يبقى أكيد الإجابة دي إيه؟ أكيد الإجابة دي غلط ليه؟ لأنه بيقول لا يجوز للاكنة البدت عفاء المتعاخد مع الشركة من غرامة التأخير لا يجوز إن أنا عفيه إذا ما كانش هو السبب أو إذا كنت أنا اتجازت بالتأخير طيب نمرة أربعة بيقول إن التكاليف الصناعية بتشمل جميع المصروفات التي يتم إنفاقها على الأعمال والأنشطة الإنتاجية من لحظة تلقي أمر التشغيل بتاعي حتى آخر مرحلة يعني كل المصاريف اللي أنا صرفتها أيوة يبقى الإجابة دي إجابة إيه؟ يبقى الإجابة دي إجابة صحيحة تعال نشوف كده السؤال اللي بعده بيقول لي ما هي أنواع العمالة الصناعية المختلفة في المشروع الصناعي الصغير وما هي مصادر حصول على العمال طيب ترجعوا لي بقى كده لو سمحتوا بصوا كده أنا دلوقتي عارف إن كلمة عمالة لو أنا تسألت يعني إيه عمالة؟ كلمة عمالة معناها الناس اللي شغالة جوه المنشأة يبقى عمالة جاية من هم العمال القائمين على الأعمال داخل المنشأة أو داخل المشروع الصناعي اللي أنا شغال فيه طب أنواع العمالة إيه؟ شوف أنت كده محتاج ناس تعمل إيه جوه المصنع بتاعك طبعا أنا محتاج في الأول خالص نفترض إن أنا جايب خمات أو جايب معدات أو جايب مستلزمات إنتاج أنا محتاج ناس تشيلها تدخلها طب هل ده محتاج إنه يكون فني أو يكون واخد معهد أو يكون واخد دبلوم أو يكون واخد باكالوريوس علشان يشيل الحاجة دي يشيل الكاراتين أو يشيل معدات ودخلها طبعا فيه ناس بتبقى متخصصة في موضوع النقل ولكن إحنا بنقول إن الناس اللي بنحتاجهم للمجهود العضلي بنسميهم عمال عاديين يبقى أنا دلوقتي العمالة هم الأشخاص القائمين على العمل داخل المشروع الصناعي نمرة اتنين إيه هي أنواع العمالة؟ نمرة واحد العمال العاديين ودول الناس اللي بنحتاج منهم المجهود العضلي نمرة اتنين عمال فنين عاديين اللي هو اللي احنا بنقول عليه الصبي اللي واقف معه الفني اللي شغال يبقى عمال فنين عاديين لأن الصبي ده بعد ما يتعلم شوية حيبقى فني مهر يبقى أنا عندي عمال عاديين اللي بتوكل إليهم الأعمال العضلية عمال فنين عاديين ودول أعمال المساعدة عمال فنين نقول عليهم فنين اللي هم اللي بيعملوا عمليات التشغيل اللي هم الفنين المهرة بعد كده عندي عمال فنيين زو مهارات خاصة ودول الناس اللي بيحصل إيه اللي بيعملوا عمليات المراجعة اللي بيعمل عمليات القياس للمشغولات بتاعتي أو اللي بيعمل عملية الصيانة لو حصل تلف في المكينة نبص كده مع بعض حنجاوب مع بعض السؤال ده إزايش نبص كده يبقى أنا دلوقتي لما يقول لي ما هي أنواع العمالة فأنا حقول دلوقتي إن العمالة بتاعتي كلمة العمالة في المشروع الصناعي هم الأفراد العاملين في مجال الإنتاج طيب وإيه أنواع العمالة إيه نمرة واحد عمال عاديين نمرة اتنين عمال فنيين عاديين اللي هم المساعدين نمرة تلات عمال فنيين مهرة ودول الناس اللي وقفة تشتغل ونمرة أربعة عمال فنيين زو مهارات خاصة ودول اللي بيعملوا عمليات المراجعة وعمليات الصيانة طب خلي بالك كان بيقول لي كده فيه شق تاني في السؤال وما هي مصادر الحصول على العمالة آه مصادر الحصول على العمالة خد عندك بق طلبة المعاهد طلبة المدارس الفنية العمال الحاليين ممكن يجيبوا عمال تانية العمال اللي كانوا شغالين قبل كده وطلعوا على المعاش لو عملت إعلانات بالصحف والمجلات يبقى نمرة واحد عن طريق العاملين الذين يعملون بنفس التخصص المطلوب طيب نمرة اتنين عن طريق الاتصال بمن كانوا يعملون من قبل من قبل في نفس المجال نمرة تلاتة عن طريق الإعلان في الصحف والمجلات نمرة اربعة عن طريق الاتصال بالنقابات المهنية أو الفنية نمرة خمسة عن طريق الاتصال بالمدارس الفنية الصناعية ومراكز التدريب المهني نمرة ستة عن طريق الاتصال بمكاتب التوظيف والقوة العاملة نمرة سبعة عن طريق الاتصال بالمتقاعدين والخارجين على الخدمة الناس يعني اللي كانت شغالة وبقت متقاعدة فانا حسأل اي حد له صلة بالمهنة عن طريق العامليين الموجودين في نفس التخصص او الاتصال باللي كانوا بيعملوا في نفس المجال او ان انا اعمل اعلانات بالصحف والمجلات او النقابات الفنية او المدارس والمعاهد او مكاتب التوظيف على اساس ان مكاتب التوظيف بيبقى فيه ناس مسجلة بيانتها فبنعرف وبنعمل حصر موجود ناس من نفس التخصص ولا لا تعالى نشوف مع بعض كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما هي العوامل التي تحدد اختيار الالات والمعدات طبعا انا علشان اختار الالة لازم اشوف التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي علشان اختار على اساسها او اشوف رأس المال بتاعي حيساعدني اجيب حاجة متطورة ولا قبل التطور ده مثلا زي ما بنقول كده نص ونص ولا اجيب مكينات مستعملة من القديمة اشوف خبرات العاملين اللي موجودين عندي طب تعالى نشوف كده واحدة واحدة يبقى العوامل اللي بتحدد اختيار الالات والمعدات نمرة واحد التطور والتقدم التكنولوجي والفني اشوف المكينات اتطورت ازاي كان عندنا مكينات يدوية مكينات بعد كده كانت بتشغل بمواتير مكينات بعد كده بتشتغل بالبرمجة يبقى انا دلوقتي هشوف التطور التكنولوجي والفني واكيد حيترتب عليه كمان مهارة وتواجد العامل المناسب هل انا لو جبتها يدوية حلاء عمال اه حلاء عمال طب لو جبتها آلية حلاء عمال مثلا حلاء عمال طب انا لو جبتها حاجات بتتحكم الكترونية عن طريق انظمة كمبيوتر اه ممكن هنا مليهش عمال او تكون التكلفة بتاعتي اعلى نمرة ثلاثة اقتصاديات عمليات الانتاج انا حصر الفلوس قد ايه في الانتاج وهل بالتالي اكمل صرفي في الفلوس دي على الالات والمعدات ولا لا نمرة اربعة الطلب على المنتج وتكلفة الانتاج نمرة خمسة يعني الطلب كتير يبقى اجيب مكان متطور عشان يطلع لي اعداد كتير مساحة الارض المتاحة داخل المصنع المصنع بتاعي مساحته كبيرة يتحمل ان انا اجيب مكينات كبيرة ولا اجيب مكينات صغيرة واشتغل بعد كده يا دوي نمرة ستة امكانيات امكانية المنافسة ونمرة سبعة الايه قيمة رأس المال المستخدم وكونوا وطني او اجنبي وكونوا وطني او ايه او اجنبي طيب عندنا الاهداف والمسئوليات لإدارة المشتريات هو انا قدرت المشتريات دي بتعمل ايه ادارة المشتريات دي بتحافظ على نسبة معينة من ايه من الخامات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج يعني ايه بتحافظ على نسبة معينة منها يعني انا دلوقتي عارف ان انا بستخدم خامات معينة زي خام خامات الحديد مثلا الاستوانية عشان انا مصنع بصنع مصامير يبقى بالتالي لازم دايما يكون عندي في المغزن اقل لنسبة واحد طن حديد اول ملاقي النسبة بتاعت اللي موجودة في المغزن وصلت لواحد طن ادارة المشتريات تجري تشتري حديد وتزوده يبقى خمسة ستة سبعة طن انما ما ينفعش مثلا انه يكون اقل من طن ليه لان انا على بال ادارة المشتريات ما تعمل ورقها وتعمل منقصة او تعمل ممارسة او تطلع تبعث مندوبينها عشان يشتروا بالامر المباشر بالتالي هتاخد وقت فما ينفعش هوقف المصنع انا عارف ان الماكينات اللي موجودة شغالة عندي بتحتاج نوع معين من الفلاتر بتحتاج نوع معين من الصمامات يبقى لازم الفلاتر والصمامات دي يكونوا موجودة في المغزن بقى عدد معينة ليه عشان لو انا احتاج تغير الفلاتر والصمامات دي مثلا يبقى على بال ادارة المشتريات ما تروح وتجيب وتشتري يكون انا بستهلك من اللي في المغزن بس اللي في المغزن ما يخلصش يبقى وظيفة ادارة المشتريات ايه وظيفة ادارة المشتريات هي انها بتحافظ على كمية ومساحة ونسبة معينة من الخمات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج بمنسوب معين ما يقلش عنه عشان طول ما انا محتاج الاء جوال مغزن والانتاج بتاعي ما يقفش ما يحصلش اقاف للانتاج لان الانتاج طول ما هو بيقف بيعمل خسارة لان انا عندي عمالة بتقبض مرتباتها عندي سوق طالب مني كمياتنا للمنتجات اللي انا بطلحها ما تنساش ان انت الالات دي او الخمات اللي بتدخلها او قطع الغيار بتدخلها دي من مستلزمات الانتاج اللي احنا قلنا عليها مقاومات المشروع الصناعي اللي هي الارض والعمالة والالات والخمات ورأس المال وكمان البنية التحتية تعالى نشوف اجابة السؤال والسؤال اللي بعده بيقول لي ما هي اهداف ومسئوليات ادارة المشتريات نمرة واحد هي المحافظة على تموين المنشآت مما يلزمها من مواد ومهمات وآلات لضمان حسن التنفيذ لبرنامج الانتاج بتمون على طول المنشآة بما يلزمها نمرة اتنين تخفيض رأس المال المستثمر ادارة المشتريات لما بتعمل منقصة او ممارسة هي عايزة تجيب احسن او افضل مواصفات باقل الاسعار نمرة تلاتة منع تكرار ما يؤدي الى تراكم الاصناف يبقى انا لما قلتلك ان انا عندي نسبة او منسوب معين من الخامات والادوات ومستلزمات الانتاج اللي موجودة عندي علشان ما جيبش زيادة وتبقى متراكمة او يكون عندي قليل ووقف تنفيذ البرنامج الانتاجي نمرة اربعة المحافظة على مستوى الجودة الذي يناسب عملياتها قلتلك انهم لما هيجوا يشتروا بالمناصة او الممارسة هم محتاجين يعجيبوا اصناف بمواصفات بجودة عالية وبتكون تمانها ارخص نمرة خمسة شراء مستلزمات المنشأة من المواد والمهمات باقل تكلفة مع مراعاة الايه؟ الجودة يعني مواصفاتها يكون مهمة نمرة ستة المحافظة على المركز التنافسي للمنشأة بالنسبة لغيرها وتحقيق ارباح يبقى هو لما يجيب لي الحاجة بتكلفة قليلة وجودة عالية يبقى انا هحقق ايه؟ ارباح وفي نفس الوقت هنافس في السوق تعال نشوف السؤال اللي بعده بقول لي ما هي عناصر المشروع الصناعي اتكلمت عنها في بداية الحلقة ولسه متكلم عنها حالا دلوقتي المشروع بيقوم على ايه؟ بيقوم على رأس المال بيقوم على اسواق رأس المال ده طبعا بجيبه من رأس المال الخاص او اسواق الاقتمان الارض نمرة اربعة العمالة نمرة خمسة المواد الخام نمرة ستة المعدات والادوات نمرة سبعة البنية ايه؟ البنية التحتية طب تعال كده نشوف نوع من انواع الشركات ونشوف السؤال يجي عليه ازاي بيقول لي الشركات ذات المسئولية المحدودة هي احدى المشروعات الاقتصادية تكلم عنها واذكر مميزاتها وعيوبها انا عارف ان انا من انواع الشركات بتاعتي شركات اسمها شركات المسئولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن طب شركات المسئولية المحدودة هي عبارة عن ايه؟ ومميزاتها ايه وعيوبها ايه؟ اقول لك الشركات ذات المسئولية المحدودة هي شركة بتتكون من شركين او اكثر ممكن يوصلوا لخمسين شريك ورأس المال بيقسم الى حصص متساوية يكونوا كلهم قد بعض ويدير الشركة شريك او اكثر من بين الشركاء يعني ممكن نقسم الشغل بتاع الشركة على بعضنا طب دي كده ده تبقى سهلة في عملية التأسيس طب سهلة في عملية التأسيس دي او التكوين يعني تبقى ميزة تعالى كده نشوف المميزات والعيوب لشركات المسئولية المحدودة نمرة واحد المميزات نمرة ألف هي سهولة اجراء وتكوين الشركة نمرة اتنين مسئولية جميع الشركاء محدودة بقدر حصة كل منهم لو واحد دافع عشر اسهم في الشركة يبقى مسئوليته اكبر لو واحد دافع خمس اسهم بس يبقى مسئوليته ايه اقل يبقى بنسبة المسئولية هنا حكون بنسبة من حصته نمرة جيم قصر الاشتراك على الاشخاص الطبيعين دون المعنويين اشخاص طبيعين يعني ايه؟ يعني الشخص ده موجود جوا الشركة وشغال طيب تعالى كده نشوف العيوب من عيوبها ايه؟ نمرة واحد لا تستطيع تلك الشركة عرض رأس المال بتاعها للاكتتاب يعني ما نفعش حطها في البورصة والناس تشتري اسهم منها لان الاسهم موزع على ايه؟ الشركاء نمرة اتنين لا يكون نشطها في اعمال البنوك والادخار ولان انا ما بينفعش ان انا اعمل فيها عملية توسع طيب تعالى كده معايا بيقول لي عرف الضمان ثم اسكر انواعه طبعا كلمة الضمان دي يا ولاد يعني حاجة مكتوبة او غير مكتوبة بس هي فرض صريح من البايع للمشتري انا كبايع ببيع منتج معين فانا بقول للمشتري ده انا ضمن لك السلعة اللي انا ببيعها لك والسبب في الضمان ايه؟ انا دلوقت لو رايح اشتري تليفون التليفون ده انا مش خبير في التليفونات وفي نفس الوقت انا مش فني فمش هعرف اقول مميزاته وعيوبه فلما يديني ضمان يقولي الضمان ده لمدة سنة الضمان ده لمدة سنتين الضمان ده لمدة اكتر لمدة اكبر يبقى هو بيضمن لي كده السلعة اللي انا باشتريها وبالتالي بيخلي عندي من داخلي ثقة فيه زائد ان الضمان ده بيخليني دايما عارف ان لو حصل تلف للمنتج اللي انا اشتريته ان انا حلاء البايع ده بيعمل لي خدمة ما بعد البيع يبقى الضمان ده اقرار من البايع في اتجاه المشتري ليه علشان اضمن له الاعمال اللي انا اديتهاله اضمن له المنتج اللي انا بدهوله ويبقى عنده ثقة فيه يبقى الضمان ده حيعمل ايه حيزود مبيعاتي لان العميل حيبقى عنده ثقة في المنتج بتاعي زائد ان العميل حيبقى متطمن ان لو حصل تلف في اي وقت يئم حستبدله المنتج اللي اشتراه أو أن أنا هعمل له صيانة وغير له قطع الغيار بتاعته بس الضمان فيه نوعين من الضمان فيه ضمان اسمه ضمان فعلي وفيه ضمان اسمه ضمان صريح الضمان الصريح يكون شفاهيا أو مكتوبا يبقى معاه ورقة مكتوب فيها أنه ده ضمان طب والضمان الفعلي الضمان الفعلي أن العميل اللي اشترى مني المنتج أول ما يتصل بي ويقول لي أنا ما عايزك علشان حصل تلف في المنتج يلاقيني عنده يبقى الضمان الصريح يبقى صراحة كده فيه ورقة مكتوبة ما بيني وما بينه أنه ما يعزني حيلقيني إنما الضمان الفعلي أنه مش لازم يكون ولا شفاهي ولا مكتوب بس منين ما يحتاجني العميل حيلقيني تعالوا نشوف كده حنحل سؤالنا إزاي بيقول لي عرف الضمان ثم أذكر أنواعه يبقى نمر واحد الضمان هو عبارة عن التزام من جانب البائع يتعهد بمجابه باستبدال السلعة أو إصلاحها مجانا إذا ما ظهرت بها عيوب فنية طيب أنواع الضمان إيه؟ نمر واحد الضمان الصريح وهو التزام من البائع قبل المشتري بخصوص جودة السلعة وخصائصها إما كتابيا أو شفاويا علشان ده لو عمل لك مقارنة في الامتحان تبقى عارف أن الضمان الصريح يبقى مكتوب في الجملة بتاعته كتابيا أو شفاويا مكتوب أو شفاوي إنما الضمان الفعلي مش شرط أن يكون مكتوب يبقى هنا وهو التزام من البائع قبل المشتري بخصوص جودة السلعة وخصائصها إما كتابيا أو شفاويا بشكل يؤدي إلى اقتناع العميل بشراء السلعة واعتمادها على هذا الضمان طب والضمان الفعلي وهو التزام من البائع قبل المشتري بخصوص جودة السلعة وأداءها دون وجود التزام مكتوب أو وعد شفاوي يبقى هنا حيبقى فيه مكتوب أو شفاوي إنما هنا مش لازم يبقى مكتوب أو شفاوي ويوجد الضمان الضماني بتوفر الخصائص التي تميز الأجزاء طب بما أن أنا عملت ضماني يبقى فيه عندي جودة لأن الجودة بتاعتي من ضمنها ضمان طب تعالى كده نقول بيقول لي اذكر معنى الجودة ثم اذكر ما هي أسس الجودة فيبقى الجودة هي مقياس نسبي بس مقياس نسبي كلمة جودة معناها رضى العميل قبول العميل للمنتج بتاعي معنى أن العميل راضي عني يبقى أنا شغال بجودة لأن الناس راضية وبتسحى بالمنتج بتاعي يبقى الجودة هي مقياس نسبي وتتحقق بقبول العملاء والمستهلكين للمنتج أو الخدمة وتعرف بأنها بدرجة توافق المنتج المواصفات التي تحقق احتياجات ومتطلبات العملاء طب ايه هي أسس الجودة أسس الجودة يعني أنا يكون عندي مراقبة جودة وهي مجموعة من الأنشطة الإدارية والفنية الواجب اتباح على تحقيق أهداف الجودة يبقى أنا حعمل مراقبة المراقبة دي تكون فين؟ أيوة نمرة واحد أعمل مراقبة في تصميم مواطق جديدة عشان الشكل وكفاءة المنتج بتاعي تكون عالية نمرة اتنين أرائب المواد الوردة يعني الخمات اللي دخلها في عملية التصنيع عندي لازم أرائبها علشان أبقى جايب خمات بجودة عالية عشان طول ما اللي داخل بجودة عالية يبقى اللي خارج اللي هو المنتج برضو بجودة ايه؟ نمرة ثلاثة مراقبة المواد تحت التشغيل أرائب عملية التصنيع نمرة أربعة مراقبة جودة المنتج بعد المنتج ما يخلص أعمل له مراقبة وأشوف عملية التصنيع بتتم بالطريقة اللي أنا قلت عليها أو اللي أنا خططي لها ولا لا نمرة خمسة مراقبة جودة التطوير طيب أنا دلوقتي لو أنا جاي بعمل عقد إيه هي الحالات اللي بتستوجب فسخ العقد بصوا لي كده أنا دلوقتي لما بعمل عقد علشان حد يوردلي ارجعوا لي كده لو سمحتوا وعندي حاجات عايزة تتورد للشركة بتاعتي الحاجات دي ممكن تكون خمات مستلزمات إنتاج قطع الغيار فأنا عارف إن أنا بعملها بطرق من ثلاثة طريقة من ثلاثة الطريقة الأولانية اللي هي المناقصة ودي أنا بعمل عنها إعلان داخليا وخارجيا يعني جوه البلد وبراه يعني داخليا ودوليا كمان والممارسة والأمر المباشر وعارفين إن المناقصة لها شروط والممارسة لها شروط والأمر المباشر له شروط إن أنت بتكون بتشريع محاجة سعرها محدد أو اللي بيصنحها جهة حكومية أو جهات عسكرية طب أنا دلوقتي اشتريت أو رسل عطاء بتاعي في المناقصة أو الممارسة أو اشتريت بالأمر المباشر واشتريت عملت عقد الراجل حيورد لي إمتى أفسخ العقد ده كان جات لنا نقطة من شوية في سؤال بتسأل على نقطة واحدة من اللي حنا هنتكلم فيه إمتى أفسخ العقد العقدة عندي بيتفسخ في حالة من الحالات التالية نمر واحد إذا أفلس أو أعصر حصل إن المورد بتاعي اتحكم عليه حكم بات إنه فلس معهوش فلوس خلاص ولا حيقدر يورد نمر اتنين إذا تلاعب أو عمل غش أو تلاعب في عمليات التوريت حصل غش وتلاعب يبقى دي الحالة التانية إن أنا أفسخ في العقد يبقى أنا أفسخ العقد النمر واحد إذا أفلس أو أعصر إذا عمل غش أو تلاعب نمر تلاتة إن يتعرف إنه قدم رشوة لأحد العاملين في الشركة أي حد من الشركة بتاعتي اللي هو بيورد له يبقى إذا أفلس أو أعصر إذا عمل غش وتلاعب إذا قدم رشوة كل دي تستوجب فسخ العقد بدون الرجوع فيه تاني ولكن في عندي رابح حاجة وهي إيه وفاة المورد الوفاة المورد تفسخ العقد آه وفاة المورد تفسخ العقد طب مش هيستكمل ما هو المورد توفى لا ده ممكن يستكمل يستكمل إزاي إن الورثة يقدموا طلب إنهم عايزين يستكملوا العقد بتاع الراجل اللي توفى ويوكلوا ويعملوا توكيل رسمي الواحد منهم يبقى هو المسؤول قدامنا إنه يورد الحاج يبقى أنا الحالات اللي بيستوجب فيها فسخ العقد إيه نمرة واحد إذا أفلس أو أعصر نمرة تنين إذا تلاعب أو عمل غش في التوريد نمرة تلاتة إذا قدم رشوة نمرة أربعة إذا توفى المورد بس ممكن أخلي الورثة هم اللي يستكملوا العقد نبص كده مع بعض حنجاوب على السؤال إزاي بيقولي ما هي الحالات التي تستوجب فسخ العقد نمرة واحد إذا استعمل المتعاقد الغش والتلاعب في معاملاته مع الشركة نمرة اتنين إذا ثبت أن المتعاقد مع الشركة قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد العاملين بالشركة يبقى غشة أو تلاعب أو رشوة أو تلت حاجة إذا أفلس أو أعصر رابح حاجة وفاة المتعاقد معه ولكن إذا توفى المورد أو المقاول جاز للشركة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لها مطالبات قبله أو السمح للورسة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط إيه أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق توكيل رسمي على التوقعات فيه وتوافق عليه السلطة المختص طب تعالى نشوف سؤال كمان خاص برضو بإيه خاص بالجزئية بتاعة التوريد بيقول لي أكمل العبارات الآتية المناقصة المناقصة العامة هي عبارة عن إجراءات محددة يقصد بها الوصول إلى مناقصة يعني فيه ناس حتقدم عطاءات برافو يبقى بقصد الوصول إلى أصلح عطاء ويتم الإعلان عنها لسه أيل دلوقتي محليا وإيه ودوليا يبقى يتم الإعلان عنها محليا ودوليا بهدف إيه أنا بعلن عنها بره وجوه ليه جوه البلد وخارجها ليه عشان أوسع نطاق المتقدمين عشان أخذ متقدمين كتير علشان أقدر أجيب إيه أجيب أفضل مواصفات بأقل الأسعار طيب نمرة به إيه وإيه وإيه من العوامل التي يتوقف عليها أساس الاقتمام في البنوك أنا لما يجي واحد ياخد قرد من بنك إيه هي الحاجات اللي لازم تتوفر فيه علشان نأتمنه ونديله قرد نمرة واحد خصائص الفرد سمعته نمرة اتنين مقدار ما يمتلكه الفرد لازم يكون عنده أصول زي بيوت أو أراضي أو غيره يكون عنده أصول لها ثمن نمرة ثلاثة قدرة الفرد على الحصول على الدخل هل هو فعلا بيشتغل وبيقدر يجيب دخل عشان يسدد القروض بتاعته ولا لا يبقى أنا دلوقتي المناقصة هي إجراءات محددة بقصد الوصول إلى أصلح عطاء بيتم الإعلان عنها محليا ودوليا ليه؟ عشان يوسع نطاق المتقدمين وعندي من العوامل الواجب مراعيتها أو تتوفر في الشخص اللي هياخد قرد خصائص الفرد يعني سمعته هو كويس وبيخلط قبل كده قروض وسددها ولا لا نمرة ثلاثة قدرة الفرد على الحصول على الدخل يعني الراجل ده هيقدر يسدد لنا الفلوس اللي خده عندنا في القروض ولا لا طب تعالى نروح كده نشوف سؤال تاني بيقول لي لدراسة السوق أهمية كبيرة اذكرها وما هي مراحلها أنا دلوقتي لما بعمل دراسة للسوق أنا بعمل دراسة للسوق عشان أحدد مواصفات المنتج اللي الناس طلباه وطبعا المراحل بتاعتي طبعا هتبقى حعمل دراسة للسوق قبل ما أعمل إنتاج وفي وقت الإنتاج وفي بعد الإنتاج وفي مرحلة ما بعد البيع طب تعالى كده بيقول لي بقى هنا إيه؟ لدراسة السوق أهمية كبيرة اذكرها وما هي مراحلها يبقى إذن دراسة السوق التسويق هو عملية دراسة الأسواق لتحديد مواصفات المنتجات أو الخدمات المطلوبة بكمياتها بصفة تقديرية تقديرا بس زي الحاجة اللي احنا بنقول عليها كده بنعمل دراسة جدو ومن أهميتها العمل على ترشيد اتخاذ القرارات التسويقية ويركز على أنشطة متكاملة متتالية أنشطة حتكون وراء بعضها طب تعالى نشوف كده إيه المراحل بتاعت الدراسة دي إمتى؟ نمرة واحد المرحلة الأولى بتكون مرحلة ما قبل الإنتاج بعمل دراسة الأسواق بتاعتي قبل الإيه؟ قبل الإنتاج طب أنا دلوقتي المرحلة التانية إيه؟ المرحلة التانية وهي مرحلة أثناء الإنتاج يعني أعمل تمهيد للسوق أنا خلاص بدأت أطلع المنتج بتاعي بس لسه ما نزلتوش في السوق يبقى بالتالي أنا محتاجي أعمل تمهيد للسوق وأقول للناس أن فيه منتج أنتم محتاجينه حيطلع دلوقتي وحنعمل عنه بداية شوية إعلانات طيب نيجي بعد كده المرحلة التالتة هي إيه؟ المرحلة التالتة هي مرحلة ما بعد الإنتاج اللي هي عملية البيع والتوزيع خلاص أنا بقى عندي المنتج موجود عندي فبقيت دي اسمها ما بعد الإنتاج طب أنا دلوقتي لما تكون المرحلة دي ما بعد الإنتاج أنا أنتجت المنتج وموجود في المخازن فبقى عمل عملية توزيع أو ترويج عشان أعمل عملية البيع بتاعتي نمر أربعة المرحلة الرابعة وهي مرحلة ما بعد البيع أنت بعد ما بتعمل البيع لو المنتج ده أجهزة بتشتغل يبقى لازم أنت تكون عامل لهم صيانة الناس تلاقيك اللي هي بنسميها خدمات ما بعد الإيه؟ ما بعد البيع طب تعالا كده نشوف السؤال اللي بعده بيقول ما هي العوامل المؤسرة في مراقبة الجودة أنا دلوقتي لو أنا عايز أعمل مراقبة جودة مراقبة الجودة ديت يا أولاد لازم تكون بعملها علشان أطلع منتجات زاد جودة علي بصوا لي كده ارجعوا لي كده تاني أنا دلوقتي عندي عايز أعمل مراقبة الجودة هو أنا لما أعمل مراقبة الجودة وعايز أطلع منتج عندي الجودة بتاعت المنتج النهائي اللي نازل السوق اللي راح للمستهلك حيكون بجودة عالية أنا أعمل مراقبة فين؟ هل أعمل المراقبة دي على المنتج وهو بيتصنع؟ هل أعمل المراقبة دي على الأفراد اللي شغالين؟ هل أعمل المراقبة دي على الخمات اللي دخله؟ هل أعمل المراقبة دي على الألات؟ آه الإجابة بتاعتي إن أنا لازم أعمل مراقبة على جودة كل حاجة دخلة في التصنيع طب ليه مستر محمد؟ طب ما أنا أعمل المراقبة بتاعتي وريح نفسي أعملها فين؟ أعملها ساعة ما يطلع المنتج إذا كنت أنا بصنع تلفزيون أو تلاجة أو غسالة أشوف التلاجة أو الغسالة أو التلفزيون دي بعد ما تطلع ورائبها وأعمل لها اختبارات وبعدين أقول إنها طلعة بجودة عالي لا طبعاً ليه؟ لأن الخمات اللي دخلها الخمات مثلاً لو أنا عامل مكينة وفيها سيور الخمات بتاعة الجلود والمطاط اللي أنا حصدنا عاملها السيور ممكن تكون جودتها قليلة يبقى حتأثر على جودة المنتج طب دي كده معناها إن أنا هعمل مرأبة على إيه؟ برافو عليكم على الخمات أعمل مرأبة على الموارد البشرية يعني العاملين والفنيين اللي شغالين عندي؟ آه طبعاً ليه؟ لأن أنا لما حختار عامل ماهر ومواصفاته عالية والراجل ده أصلاً في السيفي بتاعه بيقول إنه هو راجل قدير في عمله يبقى إذن الراجل القدير في عمله ده الفن الماهر قوي ده لما حيجي يشتغل حيطلع لي منتج بجودة عالية جداً يبقى أنا كده رائبت على الخمات اللي داخلها للتصنيع رائبت كمان على الموارد البشرية طبعاً لازم رائب على الآلات والمعدات يعني الآلات والمعدات اللي أنا بشتريها عشان عملية التصنيع لازم أكون شاري آلات ومعدات بتشتغل بجودة عالية جودتها عالية ما تكونش مستهلكة وضعيفة وما تكونش بتقدر تشتغل وبعد شوية حتبوز فاتبوزني كمان المشغولات اللي أنا بطلحها يبقى أنا رائبت كده على إيه؟ رائبت على الخمات رائبت على الموارد البشرية رائبت على الآلات وكمان لازم أرائب السوق أشوف مستوى السوق بيحتاج جودة شكلها قد إيه؟ الناس اللي جوه السوق اللي بتصنع نفس المنتج بتاعي مطلعاً بجودة شكلها إيه؟ علشان أعمل لهم تنافس وفي نفس الوقت أشوف من السوق أسعارهم قد إيه؟ علشان أحاول أحط أسعار تنافسية مع نفس المنتجات اللي موجودة من شركات تانية بس في نفس الوقت لازم تؤدي عندي إلى الأرباح تعالوا كده نشوف هنجاوب على السؤال ده إزاي؟ نبص كده مع بعض بيقول ما هي العوامل المؤثرة في مراقبة الجودة؟ نمرة واحد الأسواق فالجودة تتبع أساساً من السوق ممثلاً للعملاء طب أنا دلوقتي العملاء بتاعي اللي بيشتروا يعني السوق احتياجاتهم إيه ومتطلباتهم إيه؟ نمرة اتنين القوة البشرية الناس اللي شغالة كلما زادت مهارات العاملين وخبراتهم ووعيهم بالجودة وسهموا في بناء كلما قل العيب يعني حشتغل بجودة عالية يبقى الأسواق حيبين لي متطلبات الناس من الجودة الجودة ممكن تبقى سعر ممكن تبقى شكل ممكن تبقى طريقة عمل وزائد من القوة البشرية كمان لما يكونوا شغالين بجودة يعني عمال مهاريين جداً يبقى حيطلعوا لي شغل بجودة عالية نمرة ثلاثة الألات والمعدات كلما زادت صلاحية الآلة والمعدات وخضرتها على ده عاملات تشغيل وفقاً للمواصفات والخصائص المطلوبة يبقى حتديني جودة عالية يبقى أنا برائب الجودة منين؟ من السوق من القوة البشرية العمالي اللي شغالين معايا نمرة ثلاثة من الألات والمعدات نمرة أربعة من المواد يبقى كلما زادت جودة المواد الوردة اللي هي الخامات اللي دخلها في عملية التصنيع واستقرت عند مستويات معينة هيحصل إيه بقى؟ أو استقرت عند مستويات الجودة المقبولة كلما قلت جهود الفحص يعني أنا لما دخل المواد بجودة عالية الخامات اللي عندي دخلها بجودة عالية وبالتالي أنا مش هحتاج أعمل فحص كتير علشان الخامة اللي دخلها جودتها عالية وحبقى كمان برائب على الألات وبرائب على القوى البشرية وبرائب على الأسواق طب تعال نشوف نكمل كمان إيه العوامل أنا قلت نمرة واحد السوق نمرة اثنين القوى البشرية نمرة ثلاثة الألات والمعدات نمرة اربعة المواد نمرة خمسة رأس المال أكيد أنت لما حتكون بتشوف أن التكاليف المنصرفة عندك علشان التحسين وتطوير الجودة المنتجات قد فاقت إجمالي تكاليف العمالة المباشرة يبقى لازم أن أصرف فلوس على الجودة علشان أطلع الفلوس دي طبعا هتبقى فلوس مرائبة فلوس تطوير فلوس أغير الألات لو ما بتطلعش شغل بجودة عالية طب نمرة ستة الإدارة كلما زاد الوعي لدى الإدارة بأهمية الجودة كلما قلت أعباء مرائبة الجودة الإدارة لازم يكون عندها وعي ترائب إزاي نمرة سبعة آخر حاجة طرق العمل لازم أكون أنا عامل للناس خريطة كده يشتغلوا إزاي ويلتزموا بيها في طرق العمل بتاعتهم وبالتالي لو التزموا بيها إلا الخطة اللي أنا حاطتها أكيد حيطلع المنتجات بتاعتي بجودة إيه بجودة عالية طب ديبقى طرق العمل أكتب فيها إيه أقول كلما كانت طرق العمل سليمة وواضحة ومحددة بتعليمات التشغيل أمكن العاملين بتفاهمها والتدريب عليها طب حنروح بقى الجزئية تانية اللي هي المشروعات المغزية وذكر أمثلة عليها طيب المشروعات المغزية لو سمحتوا كده رجعوا لي تاني إحنا تمام يبقى إحنا عندنا دلوقتي المشروعات المغزية هي مشروعات صغيرة ومتوسطة بتغزي المشروعات الكبيرة يعني مثلا أنت لما هيكون عندك صناعة زي صناعة السيارات المصنع بتاع السيارات مش هيصنع كويتش مش هيصنع زجاج هو هيصنع هيكل العربية والمطور بتاعها إنما المصانع التانية هي اللي حتصنع للزجاج والكويتش والكابلات مصنع زي المياه الغازية هو عنده سر التركيبة إنما فيه ناس بتصنع له السكر ناس بتصنع له ساني أكسيدي الكربون ناس بتصنع له الزجاجات وبرضو فيه الصناعات الدوئية يبقى كلمة الصناعات المغزية هي الصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتغزي الصناعات الكبيرة تعالى نجاوب على سؤالنا جولي عرف المشروع المغزي مع ذكر أمثلة لها يبقى الصناعات أو المشروعات المغزية دي منشآت أخرى متخصصة تقوم بتصنيع مكونات وأجزاء قياسية أو مكونات نصف مشغلة ثم يقوم المشروع الصناعي بتصنيع بقى المكونات طب أمثلة لها إيه بقى المياه الغازية صناعة السيارات الصناعات الدوئية المياه الغازية عندي بيقوم المشروع بالحصول على المواد السكرية عشان التحليه وساني أكسيد الكربون من منشآت متخصصة ثم يخلطها بالمركزات التي تتضمن سر المشروب وتعبيته يبقى هو مش هصنح كل حاجة دوه هيخلط بس طب وفي صناعة السيارات بيقوم المشروع بالحصول على كل الأجزاء البلاستيكية والمطط والزجاج والأدوات الكهربية والإلكترونية والكراسي والفرش اللي ايه الداخلي بس هو بيصنع هيكل ومتوق طب والصناعات الدوئية المشروع بتاعي في الصناعات الدوئية اللي هي شركات الأدوية بيقوم بخلط مكونات مصنعة لدى الغير اللي هي المواد الكيموية والمواد المصنعة مع إجراء بعض التغييرات على بعضها ثم تركبها معدن في ظروف تصنيع عشان يطلع لي الدواء بالسر بتاعه طب تعالى ما هي شروط المزايدة شروط المزايدة عندي إن أنا يجب أن يدفع المتزايدون قبل الدخول في المزاد مبلغا معينا بصفة تأمين وإيه؟ أهمية الحسب أهمية الصفقة بموجب إصال من المستلم ويكمل 20% من ثمن الصفقة تمام نمرة 2 إذا تأخر من رسع عليه المزاد بيدفع ثمن مضاف فوقها كجرامة نمرة 3 إذا تأخر في التسليم الأصناف المبينة عن الموعد المذكور يحصل منه رسم إيه؟ رسم أرضي بعد كده عندي المخازن وإحنا عارفين إن المخازن دي بتعمل استقبال للخمات والمعدات وبترائب كمان مستوى الخمات والمنتجات اللي بتكون موجودة عندي والمخازن عندي اللي هي مخزن إقليمي ومخزن فرعي وفيه مخزن رئيسي تمام؟ وبكده أولاد يبقى احنا وصلنا لنهاية مراجعتنا وموفقين مع قطيب تمنياتي بالنجاح والتوفيق إلى أن أراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته